يعني ايه اعتلال كولوي و ايه اشهر الامراض اللي احنا بنصاب بها الكولوي اولا بشكر حضرتكو على الاستضافة الكريمة الحقيقة طبعا كلمة اعتلال كولوي مقصود بيها ان الكلا لا تقوم بوظيفتها على الوجه الاكمل يعني عشان كده احنا عندنا درجات من الاعتلال من الدرجة الاولى حتى الدرجة الخامسة والدرجة الخامسة دي نفسها بتنقسم الخامسة ما قبل الاستصفاء الدموي او ما يطلق عليه خطأ عن كلمة الغسيل الكولوي يعني والخطوة او الدرجة الخامسة النهائية اللي هي مرحلة الفشل النهائي والغسيل من اول القصور البسيط من الدرجة الاولى لحد الدرجة الرابعة وبداية الخامسة احنا بنمشي على ما يسمى بالعلاج التحفظي وفي بداية الدرجات الاولى جدا كدرجة يعني الاولى والتانية وبداية التالتة انتي ما زال عندك نسيج الكلا في كثير من الاحيان ممكن ان احنا نحافظ عليه وبالتالي نمنع او على الاقل نؤخر بشكل كبير الوصول للدرجة النهائية اللي هي الدرجة الفشل الكلاوي التام ومن هنا جات الحقيقة الاهمية القصوى لمبادرة السيد الرئيس في الكشف عن الاعتلال الكلب المبكر انه كل ما نكتشف القصور في مرحلة مبكرة كل ما يبقى فرصة ان المريض يعني يشفى او على الاقل لا يصل الى الدرجة النهائية دي اعلى بكتير والحقيقة يعني نتائج الاولية للمبادرة في بداية انطلاقها من بضعة سنوات وكان عمل يعني عملنا ساعتها كده زي دراسة كان حوالي اللي كانوا تم شمولهم بالمبادرة في ذلك الوقت حوالي ثلاثة مليون مواطن اكتشفنا ان في نسبة حوالي عشرة في المية عشرة في المية من المواطنين ودي نسبة على فكرة هي عالمية يعني العالم كله زينا برده بس عشرة في المية من الناس هو ماشي ما يعرفش ان عنده حاجة خالص وبدرجات متفوتة ولقينا انه يمكن خمسين في المية منهم من الدرجة التالتة فما فوق يعني اللي هو بدأ يدخل في الزون اللي لا رجعة فيه ما بيبانش في التحاليل؟ تبان في التحاليل لكن مشكلة الكلة انها مرض صامت اه يعني ما يكون ما يكونش فيه اعراض يا شهر بيها المريض يعني دايما عندنا نقول ايه مريض القلب حلبه بيوجعه؟ بالضبط هيشعر بقلم فحيكتشف بادري جدا ودكاتة القلب عندهم النهاردة الفرصة ان هم من يقولك انا في النص ساعة الاولى اللي هي الجولدن اور بتاعتي دي والساعة الاولى لو جالي المريض ارجعه نورمال ومشح فيه مريض مثلا الرئة هيشعر بكذا الكلة بعيدا عن الام الكلة وحصواتها يعني يتكلم على الوظيفة الكلة مرض صامت جدا كسير جدا من الاحيان مع الاسف الشديد يجينا المريض اول بريزنتيشن ليه عندك في المستشفى او في العيادة جاي بفشل كلو بس مش دايما يا دكتور يعني فيه ناس ببقى تشتكي حتى تلغبط لما بيبقى عندهم الام بعد الشر يعني في الجنب اه يبقوا مش عارفين هل دي كلة ولا حاجة يعني في بعض الناس ببقى عندهم اعراض الام لا اه يعني ليس لا علاقة بالوظيفة ما لايش دعو بحصوة الكلة يعني ده مش من الامراض الكلة حصوة الكلة مش بالضرورة تقسر على الوظيفة يعني حصوة الكلة هتعمل الالم طبعا وقلم على فكرة واشيء منتشر كمان مش شكل كبير والتاني اقوى قلم بعد قلم الولادة صحيح يعني قلم ضخم جدا انما في النهاية هو مجرد الحصوة دي ما نزلت او شناها او فتتناها الكلة كنسيج طالما يعني تم التدخل ما فيش مش كبير همتكلم على بقى الامراض اللي بتيجي في القصور الكلة يعني التساب بالزبط ووظيفة الكلة دي الكارسة الكبرى لان ده مرض زي ما بقول لها حيك في معظم الاحيان بيجينا العيان وهو خلاص بدأ يبقى في مراحل نهائية اما نعمل كامبين بالحجم الضخم جدا ونبقى مستهدفين في الاول قلنا هنستهدف الفئات اللي بنسميها الفئات ذات الخطورة العالية اللي هي الاتريسك جروب زي مثلا عينين الضغط والسكر لان عينين السكر والضغط هم اكتر خمسين او خمسة وخمسين في المية من امراض الكلة في العالم كله نتيجة الاصابة بالضغط والسكر فاحنا قلنا كل الناس اللي عندهم ضغط والسكر او يعني يتم ان احنا نعمل لهم كاشف يعني طيب الفئة الاخرى قلنا لفوق الخمسين او الستين سنة عشان دولة ناس برضو عندهم عرضة اولا لان يكونوا عندهم ضغط وسكر حتى هم مش عارفين وانه برضو انه يبدأ بقى الامراض تظهر عليهم فالتارجت جروب مثلا كان في فقط فترة من الاوقات وبنكلم في تلاتين اربعين مليون انسان احنا الحقيقة كمصر عملنا ستاندرد جديد في النوعية دي من الابحاث يعني من ساعة الفيروس سي والكمبين بتاعت الفيروس سي والستة وخمسين مليون انسان اللي اتنشرت بيهم في مجلة لانسيت بقينا بنتكلم مليونات يعني خلاص الافات والميات دي ما بقيتش فيها اشتركوا في القناة